يسأل عن قراءة ما زاد عن الفاتحة في الصلاة هل يكتفي الإنسان بقراءة الفاتحة أم يقرأ سورة بعدها أبو عيسى بارك الله فيك طبعا الجواب على هذا السؤال في النقاط التالي أولا بالنسبة لقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له وفي لفظ من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له والمعنى أخي الفاضل بأنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة صلاة فريضة أو صلاة نافلة لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة لقراءة ما زاد على الفاتحة سنة في قول جماهير أهل العلم ولذلك لا تأخذ حكم الفاتحة لا تأخذ حكم الفاتحة فهي سنة وإذا قلنا سنة لو تعمد المصلي ترك قراءة ما زاد عن الفاتحة فصلاته صحيحة لكن هل له مثل أجر من يقرأ ما زاد عن الفاتحة في مواطنها الجواب لا وإنما ينقص من أجره على قدر نقصان هذه السنن التي في الصلاة المسألة الثالثة أخي الفاضل وهي أن ما زاد عن الفاتحة يقرأ في الركعتين الأوليين من كل صلاة ثلاثية وربعية الثلاثية صلاة المغرب فأنت صلي صلاة المغرب تقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وتقرأ بعدهما ما تيسر من القرآن وأما الركعة الثالثة فجماهير أهل العلم يقولون بأنه لا يقرأ بعد الفاتحة شيء ومن أهل العلم من قال لو قرأ لا حرج وكذلك الرباعية والرباعية عندنا الظهر والعاصر والعشاء تقرأ في كل تقرأ بعد كل تقرأ في الركعتين الأوليين تقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتح بالنسبة للصلاة الثنائية كل صلاة ثنائية سواء كانت فرضا أم نافلة فأنت من السنة أن تقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتح وعندنا الصلاة الثنائية بالنسبة للفريضة صلاة الفجر فتقرأ في صلاة الفجر فالركعتين تقرأ فيهم الفاتح وما تيسر من القرآن وكل صلاة ثنائية من صلاة السنة تقرأ ما تيسر من القرآن على السنية والاستحباب لا على الفرض والإلزام والإيجاب فلذلك أخي الفاضل يعني الجواب خلاصة الجواب أن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مشروع في كل صلاة ثنائية سواء كانت فرضا أو نفلا ومشروع أيضا ومسنون في كل صلاة ثلاثية وربعية في الركعتين الأوليين فقط دون الركعتين أو الركعة الأخرى في الثلاثية وركعتين الأخرين في الربعية لكن هناك أحاديث يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ في الثلاثية في الركعة الثالثة والرابعة ما تيسر من القرآن ولذلك يا أبا عيسى ينبغي للإنسان أن يحرص على السنن سنن الصلاة وأن لا يضيعها وأن لا يفوتها لأن السنن هذه تخدم الواجبات والتساهل بالسنة يعود بالضرر على الفرض والواجب بارك الله فيك اشتركوا في القناة